هناك عدد كبير من المهرجانات التي يصبح فيها الاستعراض بالأزياء وأمام عدسات الكاميرا هو الطاغي على ما يحتويه المهرجان من أفلام ومن متن المواضيع الإنسانية والاجتماعية والفنية حتى التي تقدمها هذه الأفلام الحقيقة ده ظلم للمهرجانات لأنه الملابس والاكسطورات والحاجات دي أشياء جانبية ودخيلة على المهرجان أو يعني جزء مكمل لشكل ما بيرتدير بعض لكن المهرجانات لها أدوارها الأساسية اللي هو الثقافة السينمية تقديم السينما على مختلفة حضور الضيوف في مناقشات وهكذا فلما أظلم المهرجانات تقولوا الله المهرجانات تحولت إلى كذا الحقيقة ده انتشر مع السوشيال ميديا السوشيال ميديا هي اللي بتروج للحاجات دي والناس بتشوف إيه اللي يعجبها وإيه ما يعجبهاش وتطلع تكلم عنه هل تواجهون مثل هذه الانتقادات أستاذ دكتور خالد في المهرجانات في عمان؟ لا أنا ما أعتقد لأنه مثل ما شاهدنا الأستاذ الكبير فنان حسين فهمي كان يشير إلى نوع معين من الملابس أحنا يعني لم نصل إلى هذه المرحلة أو ما أعتقد أنه هو في بالنا لأنه أهم شيء في بالنا أنه أنه ننشر الثقافة السينمائية يعني هذا كل تفكيرنا في وقت الحاضر لذلك نحن كل اللي بيجوا بطبيعتهم يعني أكيد في ممثلات بيلبسوا اللبس اللي هم بيحبوه وفي ممثلين بيحبوا بطريقة اللي يظهروا فيها وفي آخرين من المبدعين يحبوا الطريقة البسيطة الكاجوة اللي بيظهروا فيه فنحن نترك كل فدان وكل مبدع على سجيته وعلى طريقة اللي هو يريد يظهر فيها نعم أستاذ أنصف مرأيك بهذه الخطوة تحديثة التي قام بها الفنان حسين فهمي حتى لا تأخذ الأضواء عن المهرجان في سياق آخر بمعنى أن لا يتم الاهتمام وتصلي تضوء على الأزياء والاستعراض أمام الكاميرات وتطغى على موضوع المهرجان هل هذه الخطوة يمكن أن تسهم في التركيز أكثر على محتوى هذه المهرجانات؟ هو المهرجان القاهرة الوحيد المصنف عالميا في الحقيقة عربيا فأكيد أنه مثال مهرجان كان وبغلا هو رئيس المهرجان هو رئيس المهرجان فهو أيضا يحط قواعد لأسجادة الحمرة في مصر لأنه مصر بلاد صناعة سينما وبلاد يعني الستاخ سيستام فأكيد فما جزء من الجمهور يستنى ويلقي الضوء على السجادة الحمرة فتنظيمها شيء مهم لأنه أول خطوة قبل بداية المهرجان ما رأيك السابة الأمير؟ الحقيقة أنا مع الأستاذ حسين في هذا الأمر بالسبب بسيط جدا هو طبعا ما بتكلمش على مصر المهرجان بشكل عام أو العروض للأفلام وبتكلم على حفلاء الفتاح والختام وحفلاء الفتاح والختام بينقلوا إلى العالم كله من خلال الكاميرات ومن خلال الشاشات فبالتالي لما نقدم صورة مصلة لهذا المهرجان من خلال الريد كاربت أو ما إلى ذلك هو الريد كاربت مش نعملش الريد كاربت لكل فيلم ما بنعملش في كل ساعة الريد كاربت هو الريد كاربت في الفتاح والختام وأعتقد دي مش أزمة بالنسبة للناس يعني يمكن دكتور خالد بيتكلم على أنه في الخليج ده ما بيحصل في الخليج أنت عندك الزي الرسمي بتاعك هو الديش داشا عكس مصر اللي بيلبسه بيدا اللي بيلبسه حاجات تانية مختلفة فلما تواحد الزي أعتقد أن ده لصالح المهرجان مش جلده